مشكلة بيعاني منها كتير من الناس ودايما بتشتكي منها وهي تنميل يدين والقدمين وازاي نقدر نتخلص من هذه المشكلة سبق في محاضرات سابقة وتكلمنا عن طرق اه او اتكلمنا عن اسباب الاصابة بتنميل الاطراف اه في المحاضرة دي هنحاول ان نتكلم عن بعض الطرق وخاصة طرق منزلية وطرق طبيعية اه ممكن من خلالها ان الشخص المصاب بتنميل في الاطراف يجد فرق كبير لو طبق احد هذه الطرق وممكن فعلا اه يعني ده يوفر عليه يعني معاناة كبيرة جدا كان بيعاني منها او بيشعر بيها بالنسبة لتنميل الاطراف او تنميل اليدين والقدمين بنقول ان ده عبر عن حالة بتصيب الاطراف بتؤدي لفقدان مؤقت بالاحساس باللمس واعراض اخرى زي الوخز او الشعور بالحرقة او الالم وبيكون الالم طبعا بيتفاوت في حدته اه من شخص لاخر ومن وقت لاخر تنميل اليدين والقدمين طبعا مزعج جدا ولكن زي ما ذكرنا ممكن بعض الامور البسيطة الطبيعية تجعل انسان يتجنب هذا الازعج من هذه الطرق اه اولا استخدام الضغط الدافئ والتدليج ممكن ان احنا نتخلص من تنميل اليدين والقدمين بالضغط على المنطقة المصابة عملية الضغط او التدليج بتساهم اه في تدفق الدم لهذه المنطقة وبالتالي بيؤدي الى ارتخاء العضلات والاعصاب في هذه المنطقة في طريقة تانية وهي ان احنا اه ممكن نغمس قطعة من القماش في الماء الدافئ وبنقوم بعصرها اه ونضغط بها على المنطقة المصابة لمدة سبع دقائق بلوطف. وبيتم تكرير هذا الامر عدة مرات. وطبعا ممكن استبدال الامر بحمام دافئ او استخدام وسائل اخرى للتدفئة زي التدفئة بالبخارة. طيب في حال اه الانسان يعني عملية الضغط او التدليج اه ما ساعدتش في الامر فممكن استخدام بضع قطرات من زيت بوز الهند او زيت الخاردة للدافئ على كف اليد واستخدامه في التدليج. بيتم تدليج منطقة التخدير بحركات دائرية سابتة لا تقل عن خمس اه دقائق وبيتم تكرار هذا الامر حسب الحاجة. الطريقة التانية هي ممارسة اه التمارين والرياضة. طبعا ممارسة الرياضة بتحسن من تدفق دورة الدماء في الجسم بتزود تدفق الدم للخلايا وبالتالي بتزود الاكسوجين وبتزود الغزاء. وده طبعا من شأنه انه يمنع تنميل الاطراف. اه ممكن ممارسة التمارين بسيطة للقدمين واليدين وليكن في الصباح لمدة خمستاشر دقيقة. اه طبعا في بعض التمارين ممكن اللجوء لها. اه بتساعد اه في يعني التخلص من تنميل المعصم او القدم. ممكن القيام بالتمرين الهوائية او التمرين القلب لمدة ثلاثين دقيقة خلال خمس ايام في الاسبوع بتعتبر هذه التمرين الهوائية من افضل طرق للتخلص من تنميل اليدين والقدمين. ولكن بنأكد على ضرورة القيام بالتحمية قبل البدء بمورسة النشاط الرياضي. ومهم جدا ارتداء ملابس رياضية وحزاء رياضي مناسب. ولكن بنأكد على ضرورة تجنب التمرين اللي فيها عنف فيها قصوة او قوة. لانه ممكن تزود الامر او تصيب الانسان اصلا بتنميل في الاطراف ازا لم يكن مصاب بها. التمرين دي الهوائية ممكن طبعا الرجوع للمختصين موجود طبعا على شبكة الانترنت. آآ يعني فيديوهات كتير عن كيفية اداء هذه التمرين ممكن الرجوع لها. الطريقة التالتة هي استخدام الكوركم. الكوركم بيساعد في التخلص من تنميل اليدين والقدمين. لانه طبعا بيحتاج على مركب اللي هو معروف اسمه الكاركمين. بيساعد في تحسين تدفق الدم آآ في جميع انحاء الجسم. كمان الكاركمين لخصائص مضدة للالتهاب وبيخفف الالم. ممكن طبعا آآ استخدامه عن طريق تسخين فنجان من الحليب في الصباح. وبنضيف له ملعقة صغيرة من مسحوق الكوركم. ممكن تحليطه بقطرات من العسل. وبيتم تناول هذه الوصفة يوما في الصباح لتحسين الدورة الدموية. او ممكن خلط الكوركم بالماء لحد ما تتكون عجينة. وبيتم وضع هذه العجينة او تدليك المنطقة المصابة بها لمدة دقائق. الطريقة الرابعة هي تناول القرفة. آآ خصائص القرفة لها قيمة غزائية عالية ومن خصائصها ان هي بتساعد في تدفق الدم الى الاطراف. الى الزرعين والسقين. القرفة بتاحتها على المنجانيز بتاحتها على البوتاسيوم. بالاضافة الى كمية كبيرة من فيتامين بي علشان كده بيوصي دايما الخبراء بتناول حوالي اربعة جرام من مسحوق القرفة يوميا لتنشيط الدورة الدموية. ازاي نستعملها? عن طريق كوب ماء دافئ. بنضيف له ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة وبيتم شربه مرة واحدة في اليوم لمدة بضعة اسابيع. آآ ازا كان الشخص لا يستساب طعم القرفة لان القرفة بيكون لها طعم حلو او نفاز. ممكن يتم آآ يعني اضافة العسل لها لتحسين مزقها. وطبعا في حال كان الانسان آآ بيعانى من ضعف في الدورة الدموية فعلي ان هو ممكن يتناول مكملات الكركم او مكملات القرفة ازا يعني كان عنده مشكلة في تناولهم بصورة طبيعية او خام ولكن يفضل ده بعد استشارة الطبيب. الطريقة الخمسة هي استخدام الملح الانجليزي او ما يعرف بملح ايبسوم. آآ ملح ايبسوم ده مكون من كبريتات الماغنيسيوم. بيساعد في رفع مستوات الماغنيسيوم في الجسم وبالتالي بيحسن الدورة الدموية. علشان كده بيعتبر مقع القدمين في محلول الملح الانجليزي الدافئ من اكتر العلاجات المنزلية شيوعا للتخلص من تنميل اليدين والقدمين. ازاي بنستعمل طريقة دي بازابة نصف كوب من الملح الانجليزي في حوض صغير مملوء بالماء الدافئ. بيتم نقع القدمين في المحلول لمدة عشر دقائق. وبيتم تكرار هذا الامر عدة مرات في الاسبوع. لكن مهم جدا انتباه لهذا الامر. ازا كان الشخص بيعانى من مرض السكري او عنده مشاكل في الكولة. على ان هو يتجنب هذه الطريقة تماما وعدم استخدامها. وبنشير الى ان الملح الانجليزي بيختلف عن ملح الطعام اللي هو موجود في المنزل اللي بيتم استخدامه في الطائق. ده ملح وده ملح تاني. لان في بعض النصف طبعا بيعملوا حمام دافئ من ملح الطعام الموجود في المنزل. ولكن ده اه ملح لا يسبب او يعني لا يفيد الجسم في التقلصات انما المقصود اه بيه في الكلام ده او المهم هو استخدام الملح انجليزي لاحتواءه على نسبة عليه من الماغنسيوم. اه الطريقة الستة هي تناول نباتة الجنكة. نباتة الجنكة ده عبارة عن عشبة شعبية بتستخدم في الطب الشعبي في الهند. وطبعا بيعتقد ان العشبة دي لها دور كبير في تحسين الدورة الدموية في الجسم ككل. ازاي بنستخدمها? اه طبعا يفضل استشارة الطبيب قبل استخدام اي من منتجات الاعشاب بنأكد على ضرورة استشارة الطبيب لان في نسبة كبيرة جدا من الناس بيكون عندهم حساسية من استخدام الاعشاب الطبيعية ومش معنى عشبة طبيعي ان هيكون مفيد وغير ضر للجسم. لا بالعكس فيه ناس كتير بيكون عندهم حساسية تجاه مركبات لنباتات طبيعية. فده طبعا بيتم بعد استشارة الطبيب. اه علشان كمان مهم ان لو الشخص بيتناول ادوية تانية ما ينفعش انه يتناول ادوية ويتناول معها اعشاب لانه ممكن طبعا يحصل تعارض. اه ممكن اه موجود في اصيدليات منتجات مكمل غزائي لنبات الجنكة ولكن اه ازا يستخدم في صوت مكمل غزائي ده لازم يكون تحت اشرف طبيب علشان تحديد الجرعة المناسبة. الطريقة السابعة هي تنشيط الجزء المتخدر. تنشيط الجزء المتخدر عن طريق رفع المنطقة المصابة الى اعلى بيفيد جدا لو الانسان عنده تنميل في اليدين والقدمين رفعهم لاعلى بيفيد لانه بيزود من تدفق الدورة الدموية وبالتالي بيزول التنميل. اه كمان اه اخر طريقة هي تناول الاطعمة الغنية بفيتامين بي والماغنيسيوم. فيتامين بي وتحديدا فيتامينات بي ستة وبيتنشر فيتامين نين اساسيين لعمل الاعصاب في جسم الانسان. وبالتالي معظم الحالات اللي بتعانى من تنميل او مشاكل في الاعصاب الطرفية بيكون عندهم نقص حد في فيتامين بي. ده بيقدل تنميل اطراف الجسم زي اليدين والزرعين والاصابع وكذلك الساقين نفس الامر ونفس المشكلة في عنصر الماغنيسيوم. نقص معدى الماغنيسيوم بيصيب العضلات بالتشنجات وبالتالي بيصيب الانسان بألم الاطراف. طيب ازاي نستخدمهم? مهم جدا الحفاظ على النظام الغذائي. تناول مركبات غنية بفيتامين بي والماغنيسيوم زي الحبوب الكاملة البيض الافوكادو الموز الفول الاسماك دقيق الشفان الجبن الزباد المكسرات البزور والفواكه المجففة او ممكن تناول مكملات فيتامين بي او مكملات الماغنيسيوم ولكن بعد استشارة الطبيب. اخر حاجة في بعض النصائح اللي بتساعد او بتفيد فيه التخلص من تنميل اليدين والقدمين. اه مهم جدا تجنب البقاء في وضعية واحدة اه فترة طويلة. زي الاشخاص اللي هم بيعملوا اعمال مكتبية وبيعودوا قاعدين على المكتب قدام الكمبيوتر لساعات طويلة. الامر ده خاطئ. ونفس الامر بالنسبة للطلبة اثناء فترة الامتحات او المذاكرة بيعانوا من آآ 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 في مختلف انحاء الجسم بسبب طول فترة الجلوس في وضعية معينة دون تحريك الجسم. فمهم جدا ان الانسان كل على الاقل ساعتين انه هو يغير وضع الجسم. ايضا تجنب الكافيين والكحوليات لان لهم دور في تصبيط نشاط الدورة الدموية. الاهتمام بتناول الفواكه التازجة الخضروات الورقاء الخضراء وتجنب طبعا الاطعمة الجهزة او آآ الاطعمة المقلية في الزيت الدور. آآ مهم جدا الحفاظ على منسوب الماء في الجسم شرب كميات كافية من الماء لان الجفاف بيضع في الدورة الدموية تجنب التدخين تجنب منتجات التبغ بالضر الجهاز العصبي. آآ مهم جدا الانسان لما يخرج يرتدي حزاء مناسب آآ لان زي ما بيقول راحة الجسم بتبدأ من القدمين. مخصوصا الاطراف. فمهم جدا اختيار احزاء مناسبة ومريحة للقدم. آآ بالنسبة للنساء طبعا الكعب العالي او الاحزاء الضيقة بيمنعه تضفق الدم في آآ القدمين فبالتالي بيصابه بمشكلات متعددة. طيب ازا كان الانسان عنده زيادة في الوزن مهم انه هو يحاول آآ يعني يتابع نظام زي او يقلل من وزنه لان طبعا الوزن الزائد بيضع في الدورة الدموية وبيجعل الدورة الدموية غير كافية او غير قدر على الوصول الى جميع اطراف الجسم. ده كان اهم تامن طرق طبيعية للتخلص من المشكلة المزعجة اللي هي مشكلة تنميل اليدين والقدمين. في النهاية بنتمنى السلامة للجميع ونلتقي بازن الله على خير في فيديو جديد وموضوع جديد. محب 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 المحب